موسيقى يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر التي نقدمه أمام أنظاركم اليوم والذي يخص 60% من الأسر غير مشمولة حاليا بأنظمة الدمال الاجتماعي والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد هناك ثلاثة الإجراءات التي هي أساسية أول إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأساة المستهدفة لعند الأبناء يتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة وذلك وفق الشروط التالية منذ ولادته وإلى غاية خمسة سنوات يمنح كل طفل دعماً قيمته الشهرية نبدأ بميتين درهم في 30 دسمبر 2023 وتستمر خلال 24 نبدأ بزرز الميتين وخمسين درهم في 2025 ليتم رفعه إلى 300 درهم شهرياً للسنوات الأخرى ابتداء من سنة 2026 من هنا عامين أما بالنسبة للأسر التي يتزاوج عدد أطفالها 3 وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص فستتلقى إضافة لذلك دعماً شهرياً وقدروا بستوثلات درهم بالنسبة للطفل الرابع والخمس والساتش هذا كشي اللي كان في الليزاكوم على سينيساس بالنسبة للطفل في سن الترمضروس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 عام في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم في 2029 أو 400 درهم شهرياً في 2026 هذا الليمونطون كلهم شهرياً وتعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل المستفيدين سابقاً من برنامج دعم وستواصل الدولة منح 350 درهم شهرياً عن كل طفل إلى غيات نهاية سنة 2024 ثم 375 درهم عن كل طفل سنة 2025 و400 درهم ابتداءاً من سنة 2026 واستدامة للأطار الإيجابية لبرنامج تيسير وتجيعها لمواصلة التمدرس تقلس قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدرسة خاصة ندفع بالأباء بأنه يقرروا لدهم تانياً تاني إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدافة التي ليس لها أطفال أو يتجاوج سن هؤلاء الأطفال 21 عام خاصة من هالأسر اللي عندها أشخاص مسنين على شرش ديلها فتستفيد هذه الأسر من منحة زجافية تبلغ 500 درهم شهرياً ابتداءاً من آخر ديسمبر 2023 وتجدو الإشارة السيدة السادة اللوة محترمين إلا أنه وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي بوكلية سوسيال حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسر كيفما كانت تركيبتها 500 درهم حتى هذا الطفل الذي سنصل له في 2026 والذي عنده 300 درهم والعائلة ديالله عندها طفل واحد المنموم الخصومي يأخذ هو 500 درهم إذن عملنا نمط الحساب لكي نجوش ديالولاد ولا ثلاثة ولا أربعة الشحال سيكون في المستقبل ولكن من الآن يعني البرنامج الملكي يعطي 500 درهم يعني كمينموم لهذه الأسر كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسر مستهدافة يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم شهرياً أخداً معين الاعتبار تركيبة كل أسر خاصة عدد أطفالها بمعنى أن الأسر مثلاً عندها طفل واحد ستصل إلى مباشرة كما قل بـ 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر والأسر التي لديها جوج الأطفال وكيقرار ستصل إلى 500 درهم ابتداء من آخر هذه السنة أنها هي المينموم التي ستصل إلى 600 درهم ستصل إلى 600 درهم ابتداء من سنة 2026 إلى 300 إلى 300 وبالنسبة للأرملة المستهدفة قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم وإذا تقلب قبيلة على 350 درهم ستصل إلى 500 درهم وهذا الشيء إذا عندها طفل واحد ابتداء من آخر هذه السنة وإذا عندها جوج الأطفال ستصل إلى 700 درهم وإذا في 2027 و800 درهم في 2026 وإذا عندها ثلاثة أطفال هذه الأرملة ستصل إلى 1050 درهم في 24 و1220 درهم ابتداء من 1026 ثالث وأخر إجراء هو منحة الولادة يتعلق الأمر بدعم جوزافي يمنح لكل أسر بمناسبة الولادتين الأولى والتانية وتقدر هذه المنحة بألفين درهم عند الولادة الأولى وألف درهم عند الولادة التانية ترجمة نانسي قنقر